بسم الله الرحمن الرحيم إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول هو جزء إدارة الموارد البشرية اللي هو Human Resources Management BART والجزء الثاني اللي هو جزء الإدارة المالية أو إدارة التمويل اللي هو Financial Management BART والجزء الثالث اللي أنا هشرحه اللي هو جزء إدارة التسويق اللي هو Marketing Management BART إن شاء الله في المحاضرة دي هنشرح فصلين هم الفصل الأول بعنوان المصطلحات الأساسية في التسويق اللي هو شابتر 1 Basic Concepts of Marketing وهنشرح الفصل الثاني اللي هو بعنوان التخطيط الاستراتيجي التسويقي اللي هو شابتر 2 Strategic Marketing Planning والشرح هيكون في شكل أسئلة وإجابات هنا بنشوف النوع الأول من الأسئلة اللي هو أسئلة الاختيار من متعدد السؤال بيقول Choose the correct answer to complete each of the following sentences السؤال معناه اختار الإجابة الصحيحة لإكمال كل جملة من الجمل الأتية السؤال الأول أو العبارة الأولى هنا بنقول نقط هو العملية The process by which التي عن طريقها Company creates value الشركة تخلق أو تنتج أو تقدم قيمة أو منتج يحقق منفعة إلى العملاء Build strong customers relationships والتي عن طريقها أيضا تبني الشركة علاقات قوية مع العملاء طبعا دي عشان نفسرها بنقول أن تقديم قيمة مدركة عالية أو تقديم منفعة مدركة عالية إلى العميل ده بيؤدي إلى رضا العميل ورضا العميل يؤدي إلى تحقق ولاء العميل واستمرار تعامله مع الشركة مما يعني وجود علاقة قوية طويلة الأجل بين العميل والشركة And capture value from customers in return والتي عن طريقها والتي عن طريقها عن طريق العملية دي يعني كذلك تحصل الشركة على قيمة من العملاء في المقابل وهذه القيمة هي الأرباح المحققة من المبيعات للعملاء طبعا الفراغ ده في عندنا أربع بدائل نختار منهم البديل الصح أو المناسب الصح يعني البديل الأول اللي هو management للإدارة البديل الثاني اللي هو production اللي هو الإنتاج البديل الثالث اللي هو finance اللي هو التمويل البديل الرابع اللي هو marketing اللي هو التسويق طبعا البديل الصح أو الإجابة الصحيحة هي marketing فبنقول marketing is the process by which company creates value for customers builds strong customers relationships and captures value from customers in return هنا بنقول العبارة الثانية نقط is the first step of marketing process هنا بنقول نقط اللي هو الخطوة الأولى first step يعني الخطوة الأولى of marketing process في عملية التسويق فعندنا أربع بدائل البديل A اللي هو capturing value from customer الحصول على قيمة من العميل البديل الثاني building profitable customer relationship اللي هي بناء علاقات أو بناء علاقة مربحة مع العميل البديل الثالث اللي هو c understanding customer needs and wants اللي هي فهم حاجات ورغبات العميل البديل الرابع اللي هو creating customer delight اللي هو تحقيق سعادة العميل أو إسعادة العميل طبعا سعادة العميل دي اللي هي أعلى درجات رضا العميل أعلى درجات رضا العميل في بعد كده عشان نعرف الخطوة الأولى لعملية التسويق نشوف خطوات عملية التسويق فبنقول steps of marketing process خطوات عملية التسويق هم ست خطوات الخطوة الأولى understanding customer needs and wants اللي هي فهم حاجات ورغبات العميل الخطوة الثانية اللي هي designing marketing strategy اللي هي وضع الخطة التسويقية البديل الثالث اللي هو أو الخطوة الثالثة اللي هي constructing marketing program اللي هو وضع البرنامج التسويقي الخطوة الرابعة اللي هي creating customer delight تحقيق سعادة العميل أو إسعادة العميل الخطوة الخمسة building profitable customer relationship اللي هي بناء علاقة مربحة مع العميل بناء علاقة مربحة مع العميل الخطوة الثالثة اللي هي capturing value from customer اللي هي الحصول على قيمة من العميل هنلاقي إن الcorrect answer للإجابة الصحة هي C اللي هي understanding customer needs and wants فبنقول understanding customers needs and wants is the first step of marketing process نشوف عندنا العبارة الثالثة بنقول نقط is the state of felt deprivation طبعا بنقول state of felt deprivation يعني حالة من الحرمان المحسوس او الملموس طبعا عندنا اربع بدائل البديل الاول اللي هو ايه want يعني الرقبة وبديل التاني اللي هو بي اللي هو need يعني الحاجة والبديل التاني اللي هو demand اللي هو الطلب ودي اللي هو delight اللي هي ايه السعادة فطبعا الcorrect answer او الإجابة الصحة هي بي اللي هو اللي هي need فبنقول need is the state of felt deprivation يعني الحاجة هي حالة من الحرمان المحسوس او الملموس هنا بنقول العبارة الرابعة نقط is the form of human need النقط is the form of human need يعني شكل الحاجة الإنسانية that is shaped by والذي يتحدد او يتشكل by عن طريق personality يعني شخصية الفرض and culture of the person وثقافة الفرض هنلاقي عندنا الاختراع الاول اللي هو ايه want يعني الرغبة be need اللي هي الحاجة c demand اللي هو الطلب d delight اللي هي السعادة هنلاقي ان الcorrect answer او اللي جابة الصحة is a اللي هي want يعني الرغبة فبنقول want is the form of human need that is shaped by personality and the culture of the person وهنا هناخد حالتين الحالة الاولى اللي هي الحاجة مثل حاجة الفرض الى شراء سيارة اما الحالة التانية اللي هي الرغبة او اللي هي want فهي بنقول ان هي رغبة الفرض في شراء سيارة اه تحمل مركة معينة زي مارسيدس بنشوف العبارة اه الخامسة نقط is the human want يعني الرغبة اه الانسانية that is backed by اللي هي مدعمة بي او مصحوبة بي buying power اللي هي قدرة الشرائية او قدرة الشراء هنا هنلاقي حاجتين مع بعض اللي هي عندنا اه فرض عنده رغبة في الشراء وعنده قدرة مالية او قدرة على الشراء مجموعة اللي اتنين دول بنسميهم ايه بقى انا طبعا اه بنشوف الاختيارات الاختيار الاول want اللي هي الرغبة ايه اللي هو الاختيار ايه want اللي هي الرغبة b delight اللي هي السعادة c demand اللي هو الطلب d fulfillment اللي هو الاشباع طبعا ال correct answer is c اللي هو demand الطلب يعني فبنقول demand is the human want اه الطلب هو الرغبة الانسانية that is backed by اللي هي مصحوبة بي او مدعمة بي buying power اللي هي القدرة الشرائية العبارة الستة نقط is a set of actual and potential طبعا هنا اه set of set of يعني مجموعة من actual يعني actual and potential buyers يعني مجموعة من المشترين الفعليين والمشترين المحتملين actual buyers يعني ايه اللي هما المشترين الفعليين اللي بتعاملوا مع الشركة بالفعل وبشتروا منتجاتها and potential buyers اللي هما المشترين المحتملين اللي هما احتمال يتعاملوا مع الشركة في المستقبل في عندنا بقى بنشوف اول اختيار اه اللي هو marketing اللي هو التسويق ب اللي هو marketing orientation اللي هو التوجه التسويقي او التوجه باحتياجات العميل في عندنا c اللي هو marketing offer اللي هو العرض التسويقي d اللي هو الماركت او السوق هنلاقي ان الاجابة الصح او correct answer is d اللي هو market فبنقول market يعني السوق يعني السوق هو مجموعة من actual and potential buyers مجموعة من المشترين الفعليين اللي بتعامل مع الشركة بالفعل actual buyers and potential buyers اللي هم المشترين المحتملين اللي احتمال يتعاملوا مع الشركة في المستقبل العبارة السبعة نقط is obtaining a desired object obtaining يعني الحصول على a desired object اللي هو الشيء المرغوب وطبعا الشيء المرغوب في التسويق اللي هو المنتج بالنسبة للعميل from someone من انا بحصل على المنتج من someone اللي هو الشركة by offering something عن طريق تقديم something يعني شيء الشيء ده اللي انا بقدمه عشان نحصل على المنتج اللي هو ايه الفلوس in return يعني في المقابل طبعا العمليات دي كلها عمليات اللي هي obtaining offering او الحصول على المنتج وتقديم الفلوس او دفع الفلوس بنسميها ايه بقى طبعا عندنا الاختيار اول اللي هو exchange وتبعا اللي هو التبادل is obtaining يعني الحصول على a desired object الحصول على الشيء المرغوب اللي هو المنتج from someone ده اللي هو الشركة by offering عن طريق تقديم something اللي هو ايه اللي هو الفلوس in return في المقابل العبارة التمنى is نقط is satisfying needs and wants of consumers اللي هي طبعا اشباع ايه هو اللي هو اشباع اه حاجات ورغبات المستهلكين الحاجة التانية achieving organizations objectives اللي هي طبعا تحقيق اهداف المنظمة and maintaining long run interests of the society اللي هي طبعا هنا اللي هو الحفاظ على مصالح وسلامة المجتمع في الاجر الطويل طبعا هنا طبعا ده في هنا يعني حاجة معينة بتتكون من ثلاث اجزاء الجزء الاول اللي هو satisfying needs and wants of consumers اللي هي اشباع حاجات ورغبات المستهلكين الجزء التاني اللي هو achieving organization's objectives اللي هو تحقيق اهداف المنظمة الجزء التالي اللي هو maintaining long run interests of the society للحفاظ على اهتمامات او مصالح المجتمع في الاجر الطويل فعندنا الاختيار الاول اه production concept يعني التوجه بالانتاج وفيه عندنا B اللي هو product concept يعني التوجه بالمنتج وفيه عندنا C اللي هو social marketing concept اللي هو التوجه بالتسويق المجتمعي وعندنا طبعا الاختيار الاخير اللي هو selling concept اللي هو التوجه بالبيع هللا ان correct answer اللي جابت صحة هي C social marketing concept اللي هو التوجه بالتسويق المجتمعي اللي احنا بنراعي فيه ثلاث حاجات اللي هي اجباع حاجات ورغبات المستهلكين وتحقيق اهداف المنظمة والحفاظ على سلامة ومصالح المجتمع في الاجل الطويل وناخد مثال على الكلام ده اللي هو تسويق الغاز الطبيعي ففي تسويق الغاز الطبيعي كوقود للسيارات اولا انا بشبع احتياجات ورغبات قادة السيارات او بشبع احتياجات قادة السيارات من الوقود وفي نفس وقت الشركة برضك بتحقق ربح من بيع الوقود للقادة السيارات وبحافظ على البيئة من التلوث او بحافظ على سلامة المجتمع فكده انا حققت الثلاث حاجات بتوع التوجه بالتسويق المجتمعي نيجي للعبارة التسعة نقطة الشعور المرتبط بي الشعور المرتبط بي المقارنة بين الاداء المدرك للمنتج اللي هو الاداء المتوقع للمنتج ايه بقى اللي هو الشعور المرتبط بي المقارنة بين الاداء الفعلي للمنتج والاداء المتوقع للمنتج طبعا عندنا هنا ايه اللي هو customer equity اللي قيمت العميل بي customer satisfaction رضا العميل c customer perceived value القيمة المدركة لدى العميل d customer relationship management اللي هي ادارة العلاقات مع العميل طبعا الcorrect answer is b اللي هو customer satisfaction طبعا customer satisfaction اللي هو عرض العميل is the feeling related to الشعور المرتبط بي comparing products perceived performance اللي هو طبعا الاداء المدرك للمنتج او الفعلي للمنتج اللي هو تقييم العميل للمنتج وز products expected performance اللي هو توقعات العميل عن المنتج قبل الشرق عندنا العبارة العشرة نقط is the total combined customer lifetimes net values طبعا هنا الكلام ده معنا ايه نقط او الفراغ ده معنا هنا ما فيده يتحط مصطلح خاص بالقيم او الارباح الاجمالية التي تحصل الشركة عليها او تجنيها الشركة من العميل طوال فترة تعامله مع الشركة هنا اربع اختيار او الاختيار الاختيار او العلاقة مع العميل ب ب ب ب ل قيمة المدرقة لدى العميل س ل رضا العميل د ل قيمة العميل هنلاقي الاجابة الصح اللي هي د ل قيمة العميل اللي هي القيم او الارباح الاجمالية التي تحصل الشركة عليها من العميل طوال فترة التعامله معها طبعا العبارة ال 11 نقطة الفرق بين total customer benefits اللي هي المنافع الاجمالية او الكلية للعميل المحققة له والمرتبطة بشراء واستخدام المنتج ان total customer sacrifices اللي هي طبعا التضحيات الاجمالية للعميل التي يبزلها والمرتبطة بشراء واستخدام المنتج عندنا المنافع الاجمالية لعميل مثال عليها جودة المنتج وكمية المنتج بالنسبة للتضحيات الاجمالية لعميل فيه مثال عليها اللي هو السعر المدفوع في شراء المنتج طبعا الفرق بين المنافع الكلية للعميل المرتبطة بشراء واستخدام المنتج والتضحيات الإجمالية للعميل المرتبطة بشراء واستخدام المنتج يطرى الإجابة A عندنا بديل أول A Customer Satisfaction B Customer Equity C Customer Perceived Value C Customer Perceived Value D Customer Relationship Management إدارة العلاقة مع العميل طبعا الcorrect answer أو الإجابة الصحية C اللي هي Customer Perceived Value القيمة المدرقة لدى العميل فمنقول Customer Perceived Value Is the difference between أو قيمة مدرقة لدى العميل أو قيمة مدرقة لدى العميل هي الفرق بين Total Customer Benefits اللي هي المنافع الإجمالية المحققة للعميل and Total Customer Sacrifices اللي هي التضحيات الإجمالية التي يبزلها العميل والمرتبطة بشراء واستخدام المنتج العبارة للاثناشر نقط Building and maintaining Building يعني بناء أو تكوين and maintaining يعني الحفاظ على Profitable Customers Relationships يعني علاقات مربحة مع العملاء بناء بناء والحفاظ على علاقات مربحة مع العملاء By Delivering عن طريق تقديم Superior Value يعني قيمة عالية إلى Two Customers إلى العملاء طبعا عندنا إجابة A بديل يعني أول A Customer Perceived Value للقيمة المدرقة لدى العميل B Customer Equity اللي هي قيمة العميل C Customer Satisfaction اللي هو رضا العميل D اللي هو Customer Relationship Management اللي هي إدارة العلاقة مع العميل طبعا الCorrect Answer والإجابة الصحة هي D Customer Relationship Management سعاد المصطلح ده سعاد بنسميه CRM اللي هو الحرف الأول من تلك كلمات دول اللي هو C و R و M Customer Relationship Management Customer Relationship Management Is building and maintaining profitable customers relationships by delivering superior value to customers بنقول هنا النوع التاني من الأسئلة اللي هو True or False يعني صح أو غلط فالسؤال بيقول put true or false for each sentence يعني إيه ضع علامة صح أو علامة غلط لكل عبارة من العبارات الآتية Demarketing مصطلح Demarketing is reducing هو تخفيض demand اللي هو الطلب for a product تخفيض الطلب على المنتج when the company cannot meet excess demand for it عندما تكون الشركة غير قادرة على مقابلة الطلب على منتجها طبعا الانصر true يعني العبارة صحة فيه بعد كده بنقول هنا managements focus تركيز الإدارة on improving production and distribution efficiency تركيز الإدارة على تحسين كفاءة الانتاج والتوزيع is called selling concept تسمى بيه اللي هو التوجه بالبيع طبعا الإجابة أو الانصر is false الإجابة غلط تصحيح العبارة دي بقى بنقول تركيز الإدارة on improving production and distribution efficiency تركيز الإدارة على تحسين كفاءة الانتاج والتوزيع is called production concept يعني هنا التوجه بالانتاج بدلا من كلمة ايه بقى أو مصطلح ايه اللي هو selling concept يبقى المصطلح الصح اللي هو production concept هنا بننتقل للفصل التاني اللي هو strategic marketing planning اللي هو التخطيط على استراتيجي التسويقي وهنا بنشوف السؤال choose the correct answer to complete each of the following sentences اللي هو طبعا اختار الإجابة الصحيحة لإكمال كل جملة من الجملة الاتية بنجي هنا للسؤال الخمستاشر developing strategies for growth and downsizing اللي هو وضع استراتيجيات النمو gross يعني النمو أو تكبير الحجم الشركة and downsizing يعني تصغير حجم الشركة طبعا تكبير حجم الشركة من خلال زيادة عدد الفروع وعدد الأقسام وعدد الإدارات أما downsizing اللي هو تخفيض حجم الشركة من خلال تخفيض عدد الفروع وتخفيض أو لغاء بعض الأقسام والإدارات فمنقول يعتبر إيه هنا طبعا عندنا الإختار الأول يعني الخطوة الأولى The Second step إلى الخطوة الثانية C The Third step إلى الخطوة الثالثة D The Last step يعني الخطوة الأخيرة هنا لازم نستعرض طبعا اللي هي خطوات steps of strategic marketing planning الخطوات التخطيط للإستراتيجي التسويق الخطوة الأولى defining a company's mission اللي هي وضع رسالة الشركة وطبعا رسالة الشركة ممكن تكون على سبيل المثال اللي هي لو في بنك مثلا تقديم الخدمات المصرفية المختلفة إلى العملاء سواء كانوا أفراد أو شركات الخطوة الثانية اللي هي في التخطيط للإستراتيجي التسويق setting companies objectives اللي هي وضع أهداف الشركة الخطوة الثالثة اللي هي designing the business portfolio اللي هي تصميم محفظة أعمال الشركة اللي هي طبعا عادة من نشوف فيها اللي هي الأقسام والإدارات والفروع والأنشطة والمنتجات الخطوة الأخيرة أو الخطوة الرابعة والأخيرة developing strategies for growth and downsizing هنا بنحط الاستراتيجيات القاصة لإما تكبير الحجم أو downsizing لها تظهير حجم الشركة فيه هنا بقى correct answer اللي جاب الصح is the last step فبنقول أن عملية developing strategies for growth and downsizing is the last step يعني هي الخطوة الأخيرة of strategic marketing planning الخطوة الأخيرة في تخطيط في التخطيط الاستراتيجي التسويق هنا السؤال الستاشر بنقول نقط is the collection of يعني نقط is the collection of يعني مجموعة من businesses يعني الفروع and products اللي هي المنتجات التي تتكون منها الشركة فعندنا طبعا الاختيار الأول اللي هو A portfolio analysis اللي هو تحليل محفظة الأعمال B اللي هو gross share matrix اللي هي مصفوفة النمو النصيب السوئي C اللي هو business portfolio اللي هو محفظة الأعمال اللي هي طبعا مصفوفة استراتيجيات النمو طبعا الcorrect answer C اللي هي business portfolio فبنقول business portfolio أو محفظة الأعمال هي مجموعة من businesses اللي هي طبعا فروع الشركة and products اللي هي منتجات الشركة العبارة السبعتاشر نقط are high share business units يعني بنقول وحدات business units يعني وحدات الأعمال أو الشركات اللي هي high share يعني نصيب سوئي كبير in high gross markets يعني في أسواق أو صناعات high gross يعني معدل نموها مرتفع شركات بتحقق نصيب سوئي كبير في صناعة معدل نموها مرتفع أو مباعتها الكلية بتتزايد بصورة كبيرة فبنطلق على الشركات دي اسم في عندنا أربع اختيارات في عندنا حاجة اسمع اللي هي الكلاب وفي اللي هي علامات الاستفهام أو المشكلة وفي اختيار ثالث اللي هي ستارز اللي هي النجوم وفي اختيار رابع دي اللي هي بقرات النقدية طبعا الاختيار الصح أو الشركات اللي هي النجوم دي تعتبر شركات بتحقق نصيب سوقي كبير وبتعمل في صناعات أو في صناعة معدل نموها مرتفع أو مبيعاتها الكلية بتتزايد بصورة كبيرة عندنا هنا العبارة 18 نقطة زيادة مبيعات المنتج الحالي المقدم إلى السوق الحالي وبدون تغيير المنتج طبعا هنا أنا بقدم المنتج بتاعي لنفس مجموعة العملاء كويس فطبعا الاستراتيجية دي نقول عليها في عندنا اربع اختيارات في عندنا دايورسي فيكياشون يعني التنويع دايورسي فيكياشون يعني التنويع وفي برو Discover Development اللي هي تطوير المنتج وفي Markt Development اللي هي تطوير السوق وفي دي اللي هي Markt Benetration اللي هي بيساموها غزو السوق أو اختراق السوق أو التمكن من السوق فهنا الاختيار الصح Correct Advisor is D اللي هو ماركت بنتريشن فبنقول ماركت بنتريشن اللي هو غزو السوق معناه زيادة مبيعات المنتج الحالي المقدم الى السوق الحالي وزود اتشينجينج زي بروتك وبدون اي تغيير في ايه في المنتج يعني ما فيش اي تعدلات على المنتج وطبعا الزيادات دي ممكن تكون من خلال تخفيض السعر عندنا هنا العبارة 19 نقطة R Low Share Business Units اللي هي وحدات الاعمال او الشركات اللي هي بتحقق نصيب سوقي منخفض وتعمل في سوق او في صناعة عالية النمو او معدل نموها مرتفع او ان مبيعاتها كلية بتتزايد بشكل مرتفع طبعا عندنا فيه هنا اختيارات الاختيار الاول ستارز اللي هي شركات النجوم كاشكاوز اللي هي شركات بقرات النقدية كوشا ماركز اللي هي شركات علامات الاستفهام او الشركات المشكلة دي دوكز اللي هي شركات الكلاب طبعا الCorrect answer is C اللي هي كوشا ماركز يعني اللي هي الشركات علامات الاستفهام او الشركات المشكلة دي الشركات اللي هي بتحقق نصيب سوقي منخفض بالرغم انها بتشتغل في صناعة معدل نموها مرتفع ومبيعاتها كلية بتتزايد بشكل مرتفع معنى كده طالما انا مبيعاتي منخفضة ونصيب السوقي منخفض في ظل ان الصناعة اللي انا بعمل فيها مبيعاتها بتتزايد بشكل مرتفع معنى كده ان انا عندي مشكلة داخلية قد تكون ارتفاع التكاليف وقد تكون انخفاض جودة المنتج طبعا هنا العبارة العشرين نقط is offering new or modified product to current market هنا offering يعني تقديم new or modified منتج جديد او معدل to current market للسوق الحالي عندنا طبعا فيه اختيار اول اللي هو تطوير السوق وفيه عندنا الاختيار التاني اللي هو market penetration غزو السوق او اختراق السوق وفيه الاختيار التاني اللي هو product development اللي هو تطوير المنتج وفيه اختيار دي diversification اللي هو التنويع طبعا الcorrect answer اللي جابه الصح is c اللي هي product development اللي هي تطوير المنتج product development تطوير المنتج is offering new or modified product to current market بننتقل للعبارة الواحد وعشرين بنقول نقط are low share business units يعني وحدات اعمال او شركات نصبها السوق منخفض in low gross market وتعمل في سوق او صناعة اه اه معدل نموها اه منخفض او ان ببعاتها الكلية تتزايد بصورة بطيئة الشركات دي اا عندنا اربع اختيارات في عندنا حاجة اسمها الشركات الكلاب لها بكرات النقضية شركات علامات الاستفاهم او الشركات المشكلة في دي النجوم طبعا الكوريكت انسر لاجابة الصحيحة هي ايه ايه دوكز لا دوكز لا شركات الكلاب ار لو شير بيزنس يونتس لا وحدات اعمال او شركات بتحقق نصيب سوء منخفض وتعمل في صناعة معدل نموها منخفض او ان ببعاتها الكلية تتزايد بصورة بطيئة طبعا الشركات دي بنقول غالبا لا شركات الدوكز دي غالبا ما بتتاجه الى تصفية نشاطها بسبب موقفها ضعيف العبارة الى اتنين وعشرين نقطة is offering new or modified product to new market هنا بنقول تقديم منتج جديد او منتج معدل new product يعني منتج جديد modified product يعني منتج معدل to new market لايه لسوق جديد طبعا الاستراتيجية دي في عندنا اربع اختيارات في عندنا market development اللي هي تطوير السوق وفي عندنا بي اللي هي product development تطوير المنتج وفي عندنا c اللي هي diversification اللي هي التنويع وفي دي market penetration اللي هي غزو السوق او اختراق السوق طبعا الاجابة الصحيحة اللي هي correct answer is c diversification كلمة التنويع يعني انا بقدم منتج جديد او منتج معدل الى سوق جديد او ناس او مجموعة عملاء جدد يعني ننتقل للعبارة 23 بنقول نقط ارهاي اه شير بيزنس يونتس اللي هي طبعا اه وحدات اعمال او شركات اه نصبها السوق المرتفع ان له اه جروس ماركت يعني في صناعة اه معدل اه نموها منخفض او ان ببعاتها تزيد بصورة بطيئة طبعا اه اه الشركات دي اه في عندنا الاختيار اول طبعا دوكز لا شركات الكلاب الاختيار التانية اللي هي بيسمها كاش كاوز اللي هي بقرات النقدية الاختيار التانية اللي هي علامات الاستفاهم شركات علامات الاستفاهم او الشركات المشكلة اه دي اللي هو اه شركات اللي هي النجوم اه فهنا طبعا الاجابة الصحيح هي لها كاش كاوز اللي هي طبعا بقرات النقدية فطبعا الشركات اللي هي كاش كاوز اللي هي بقرات النقدية شركات بتحقق نصيب سوق كبير في ظل او انها بتعمل في صناعة اه معدل نموها منخفض طبعا الاستراتيجية المصلة لهذه الشركات انها تحاول انها تحافظ على نصبها السوقي المحقق بننتقل للعبارة للارباع وعشرين فبقول نقاط طبعا هنا اه بنقول اه بنقول تقديم المنتج الحالي يعني لسوق جديد آآ فهنا آآ لو خدنا مثال على كلام ده ان احنا لو عندنا انتاج او منتجنا بنقدمه في السوق المحلي ممكن نقدمه آآ او نصدره للخارج فهنا يعتبر تقديم منتج حالي الى سوق جديد طبعا عندنا اربع اختيارات آآ في ماركت ما هي غزو السوق وفي عندنا اللي هي تطوير المنتج وفي ماركت اللي هي تطوير السوق وفي هو التنويع طبعا الاختيار للاجابة الصح اللي هي اه ماركت ديفولوبمنت اللي هي تطوير السوق فمنقول ماركت ديفولوبمنت ايز اوفرينج زا كارنت اه برودكت تو نيو ماركت نيجي للسؤال الاخير في هذه المحاضرة اه عندنا العبارة خمسة وعشرين بتقول اه ازا ساكن دستيب اوف بيلدنج بروفيتابول كاستمرز ريليشنشيبس اللي هي طبعا بنقول اه زا ساكن دستيب عن الخطوة التانية اه بناء بلدنج يعني بناء آآ بروفيتابول كاستمر ريليشنشيبس علاقات مربحة مع العملاء فعندنا طبعا فيه اختيارات الاول ايه ماركت بوسيجنينج وفيه بي لها ماركت سيجمينتينج وفيه سي ماركت اه ماركت تارجتنج وفي دي لها ماركت شير طبعا احنا الفوق لازم نشوف طبعا ايه استيبس اوف بيلدنج بروفيتابول كاستمرز اللي هي طبعا ايه خطوات بناء علاقات مربحة مع العملاء الخطوة الاولى اللي هي ماركت سيجمينتنج اللي هي تجزئة السوق والخطوة التانية اللي هي بيسمى ماركت تارجتنج اللي هي استهداف السوقي وفيه بعد كده ماركت بوستيجنينج اللي هي تحقيق المكانة السوقية للمنتج في ازهان العملاء طبعا بالنسبة لو احنا شفنا تجزئة السوق عندنا مثلا ممكن سوق الملابس نقسمه لملابس طبعا بتقدم الى الرجال وفيه ملابس بتقدم الى الاطفال وفيه ملابس بتقدم الى السيدات فهنا كده يعتبر قسمنا السوق لثلاث قطاعات سوق الرجال وسوق السيدات وسوق الاطفال فيه بعد كده تارجتنج انا ممكن اركز على قطاع معين ان انا اخدمه ان انا مثلا استهدف تقديم الملابس لسوق الرجال تمام? اه في بعد كده بقى اللي هو العمل او بازل الجهود التسويقية في سبيل ان انا احقق المكانة السوقية اه للمنتج اه او للمنتج في ازهان العملاء. طبعا هنا الاجابة الصحية هي ايه? اه سي اللي بنسميها ماركت اه تارجتنج. فبنقول ماركت تارجتنج is the second step of building profitable customers relationships. هنا هنا طبعا وصلنا لنهاية المحاضرة الاولى.